اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد بيرفكتو ياساي وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وذلك بحضور ساعدة الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد رحب معالي وزير الخارجية بمعالي سيد بيرفكتو ياساي معربا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وما تشهده من تنام على المستويات كافة والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعزز مصالح البلدين الصديقين والاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للارتقاء بالعلاقات بما يدعم جهود التنمية في البلدين من جانبه أكد معالي وزير خارجية جمهورية الفلبين حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع مملكة البحرين معريبا عن تقديره للرعاية الكبيرة التي تحظى بها الجالية الفلبينية في مملكة البحرين متمنيا للمملكة دواما رقي والتقدم